موسيقى عزائي أرحب بكم في حلقة جديدة من مدرسة المسيح ما أعظم يكون عندنا امتياز أن المعلم هو يسوع شخصيا حياته كلامه تعليمه مثله قدوته إنجيله ده المرجع بتاعنا ده المعلم بتاعنا بين صفحات هذا الكتاب بنرى ونسمع شخص المسيح حي ونابض يتكلم إلينا عشان كده إحنا كل اللي بنتعلمه بنطلعه من هنا مش الناس قالت مش فلان حكى مش فلان فكر مش بنتكلم عن أساطير لكن بنتكلم عن قصة تاريخية حقيقية حصلت في عالمنا دونت بين صفحات هذا الكتاب المقدس عشان كده بدعوك إنك تكون تلميذ للمسيح تلميذ للكتاب ده لا يبرح سفر هذه الشريعة فمك دي الكلمات اللي ربنا قالها ليشوع في القديم تلهك فيه نهارا وليلا حينئذ تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوفي حينئذ تصلح طريقك حينئذ تفلح وده الكلمات اللي أنا بشجعكم بها في رحلتنا في مدرسة المسيح اتكلمنا عن الله اتكلمنا عن قانونه اتكلمنا عن الإنسان ودلوقتي بنتكلم عن الحل في نهاية حدثنا عن الإنسان اتكلمنا عن الخطيئة وتأثرها في الإنسان والمجتمع والخليقة والله باته وبنتكلم عن الحل الإلهي مش البشر اللي يفوق خيال البشر ما كانش ممكن حد يفكر في الفكرة دي ماينفعش نكون احنا أصلا ألفناها لأنها ما تخترش على بال حد الدودة اللي حكينا عنها ما يخترش في بالها إن ممكن فيه يد من فوق تنتشلها الله هو اللي صنعها والله هو اللي أعلن لنا هذه الحكمة السماوية لما شفنا المسيح ولما علمنا المسيح طرقه اتكلمنا عن المشكلة بسبب الخطيئة تلت حاجات اتكلمنا عن الاحتياج تلت حاجات اتكلمنا أنه الفداء هو المسيح البديل اللي بيحل التلاتة في آن واحد بيحل محل كخاطب يحمل خطيئتي بيعطيني الطبيعة الجديدة بتاعته وبيعطيني البنوية بتاعته فبتخفر الخطيئة لأنها نقلت الخطيئة بنال قوة الحياة الجديدة بالقيامة المسيح الحي فيها بتصالح مع الله كابن لله السؤال اللي حييجي بقى دلوقتي طب ليه كان الناموس اللي في العهد القديم ده قانون موسى وصايا موسى الشرائع والأحكام اللي بنقراها بالذات في الأصفار الخمس الأولى من الكتاب المقدس ليه بقى الناموس ليه المسيح مجاش بدري وعمل اللي عمله ده بدري قبل الناموس ليه جاء بعد موسى ليه جاء بعد ألف سنة ليه الفترة دي كلها عاشت الناس تحت حكم ناموس موسى الشرائع والأحكام التي في العهد القديم طبعاً ده موضوع كبير قوي لكن احنا هنقول الجزء اللي خصنا في قضية الكفارة والفداء بولس الرسول أكتر من هوجم لأنه قال الناموس لا يخلصنا بأعمال الناموس لا يخلص أحد لا نجاح بالناموس الله مال ليه الناموس؟ غلط يا 3-24 بيلخص الإجابة دي بيقول كان الناموس مؤدبنا للمسيح هميلة وحنشرح الفكرة ديت أنا شخص ضايع وتايع وفقدت العلاقة مع ربنا وصرت بسبب الخطيئة مذنب وبسبب الخطيئة الساكنة فيها ليه طبيعة فاسدة كويس؟ بحاول أصلح المشكلة بحاول ألاقي نجاح بحاول أرجع لربنا بحاول أبقى كويس الحل هو المسيح بيقول الكتاب إيه؟ قبل ما يأتي المسيح جاء موسى بالناموس أو الله أعطى لموسى الناموس عشان يكون الناموس هو اللي بياخدني للمسيح هو اللي بيقول لي إن المسيح هو الحل الوحيد وما تحاولش هو اللي بيقول لي أنت يا إنسان عاجز وما تقدرش تخلص نفسك هتروح فين الدودة من النار المحيطة بيه هو اللي بيقول لي إن الوصية مستقيمة بس أنا إيه؟ أعوج إن المقياس الإلهي عالي وأنا إيه؟ أصير إن أنا بأعمالي خلي بالكم الفكرة دي مش هقدر إن أنا بمجهودي مش هقدر إن ناموس كان مؤدبني للمسيح لأنه بيّن حاجتين مهمتين بيّن كمال الله وبين عجزيه سهلة دي؟ بيّن كمال الوصية تحب رب إليك وتحب قريبك وتسلق بالاستقامة وأو 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 الأخر وبين في نفس الوقت إن أنا ما قدر الأسيس منيس شرح الحكاية دي جميلة وقال إن ناموس عامل زي المسطرة المسطرة شغلتها حاجتين تقيس الاستقامة وتقيس المسافة فالخط المعووج يبان على المسطرة إنه معووج والخط القصير يبان على المسطرة إنه قصير هو ده النموس المسطرة الإلهية اللي بيّنت إن الإنسان أعواج وأعوازه مجد الله يعني عارفين أعوازه مجد الله يعني وقع أصير طلع أصير طلع مش واصل فعشان كده ربنا اللي نزلي لأن أنا مش عارف أوصل عمال أحاول مش جايب فربنا قال لي مش قادر مش كده مش قادر قال لي عشان كده لازم أنا أجيلك لو هو جال لي حقول له لا ده أنا كنت أجيلك أنا كنت أجيلك إيه ده أنا جيلك أوه في السكة اختبالكم الفكرة أنا أعواج بس أنا كنت أعارف بس لو سبتني شوي أنا كنت هستقيم وهبقى زي الفل فاداني المسطرة اللي حاولت عمش فيها مستقيم بلقي نفسي بتعوج وبعني أقول أبتدي تاني أبتدي تاني ماشي تاني تاني أبو سلاسي بتعوج تاني 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 فاهميني بقول إيه وقت كفاية لغاية أقال لي فهمت فهمت آه فهمت أوكي أوكي خليني أنا بقى أنقذك كان النموس مؤدبنا للمسيح جميلة أوي العبارة فيها الشفا النموس مليان رموز بتفهمني معنى الكفارة في الزبائح والمحرقات بتجهزني لأنه الغفران لا يتم إلا بسفك دم عصور ماشية بفهم إنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة إن الخطيئة إذا ما تنقلتش مني لكائن آخر أنا مش هتخفر خطيئتي بس الكائن الآخر ده رمز للشي عشان كده أول حاجة قالها يحنى عن المسيح يحنى المعمدان قال هو بقى حمل الله لو أنا ما فيش فكرة الحمل والذبيحة دي عندي وواحد جاي يقول لي حمل الله هفهم إيه ولا حاجة إنه لازم تبقى في زبيحة ليه لازم تبقى في زبيحة لازم تبقى كفارة هو ليه لازم تبقى في كفارة لكن لما عيش عصور فاهم إنه لازم بقى في كفارة لازم بقى في حمل وبعدين يقول هذا حمل الله اللي يرفع خطيئة مين الحالم كله أفهم كان النموس مؤدبنا لأن امتلأ برموز بتجهزنا للقبول النموس أدان الخطيئة فضح الخطيئة وراً الخطيئة موجودة بيقول بوليس أنا قبل النموس كانت الخطيئة عايشة فيها بس ايه؟ مدارية النموس فضحة فعاشت الخطيئة فمت أنا كنت عايش بغلط بس ما فيش حاجة تقولي ان ده غلط ما فيش قانون يقولي اللي أنا بعمله ده غلط فبقول ما قمش غلط ما حدش قال لي غلط صح كده؟ لغاية لما جاء حد قال لي على فكرة ده غلط بجد آه ده غلط غلط ليه؟ عشان واحد نتها تاربعة يعني ده غلط آه طيب قلت لي ليه؟ من كده بيت غلطان واضح الفكرة؟ فالنموس أدان الخطيئة أظهر عجز البشرية وأشار إلى الحمل الذي يرفع خطيئة العالم كان النموس مؤدبنا للمسيح رمية تلاتة تسعتاشر وعشرين بتقولي الفكرة دي نحن نعلم أن كل ما يقوله النموس هو يكلم به الناس الذين تحت النموس ليه؟ ليه النموس كلم الذين تحت النموس؟ شعب الله بيقول لكي يستد يعني ايه يستد؟ ها؟ يتقفل بلغة العظم في لغتي فيه ناس شباب كتير ايه يستد ديت؟ تعرف يعني يستد انت؟ ما تعرفيهاش صحة كده؟ يعني ايه؟ يعني يتقفل لكي يغلق كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله لأن بالنموس معرفة الخطيئة فضحت الخطيئة النموس اللي عيشة بدون نموس في العالم عارفة أنهما بيعبدوا أوسان والزنة والنجاسة المتدينين بقى قال لك لا دي احنا شعب الله المختار وده احنا كده طيب قادي النموس عيشوا مش قادر مش تبقى انت كويس؟ وانت ناس الإبراهيم؟ وانت من شعب الله عيش بقى؟ مش قادر فالنموس أغلق على الجميع عشان الكل يقولوا يا رب شوف لنا حل يا رب لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله مرة تانية رمية 7-7-13 فماذا نقول؟ هل النموس خطية؟ هل النموس حاجة غلط؟ لا مش غلط لكن النموس لأنه بيقول النموس أدنة احنا كنا عايشين وبنغلط بس مش مدانين لا انا مش محتاج النموس عشان يدني احنا قلنا اللي بيدني الخطية بس الوصية فوقتني اني انا ايه؟ ان انا تحت لعنة وان انا تحت ايه؟ دينونة بتاعت الايه؟ بتاعت الخطية فاهميني؟ أمال بقى ليه النموس؟ ليه النموس بيقول؟ لكي تصير الخطية خاطئة جدا فضحت الخطية ازهرت الخطية عرت الخطية ورتني عجزي البشري ورتني اني انا اعوج واني انا قصير مش قادر اوصل للكمال الالهي طيب الناس بقى اللي عاشوا تحت النموس دول زنبهم ايه؟ ما نهمش زنب ليه؟ لأن دم المسيح قدم بروح ازلي الذي بروح ازلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائرنا من اعمال ميتة نخدم الله الحي ايه اللي طهر الضمير؟ النموس دم المسيح ايه اللي يغير الانسان؟ الوصاية؟ دي الوصاية سيفة على رقابتي ده لما يقول لي لا تشتهي اشتهي اكتر مش الممنوع مرغوب؟ فكل ما يمنعني يبقى ايه؟ يبقى مرغوب هشكري بيقولي الوصية انشأت فيي كل شهوة يعني انا كنت بشتهي لما قال لي لا تشتهي عارفين العائل الصغير بتقوله حبيبي ما تلعبش في العلبة دي هو كان بيفكر يلعب فيها لما تقوله ما يلعبش فيها اول ما دور وشي هيعمل ايه؟ هيبقى فيها حاجة حلوة انا كنت بفكر الاول دلوقتي انا مضطرة لعب فيها بيقول الوصية عملت كده بالزبط بولس انشأت فيي كل شهوة عرّت الدوافع الغلط اللي جواي عرّت اي انا متمرد ولما بسمح حاجة باب عايز اعمل ايه؟ اكسها بينت عناد الانسان يبقى النموس خطيئة حاشة لكن النموس بين ان الخطيئة خاطئة جدا مين يطهر دمائرنا من اعمال ميتها؟ مين يطهر القلب؟ مين يطهر الداخل؟ كفارة المسيح ودي اللي هنشرحها بالتفصيل في الوقت اللي جاي في نفس الوقت وقت النموس وما قبل النموس وما بعد النموس الباب مفتوح بدم المسيح الذي قدم بروح أزلي لأي حد يكتشف عجزه وعنده رغبة يعيش لربنا ويقوله ارحمني يا الله حسب رحمتك حسب كثرة رأفتك أمحه معاصية يقبله ولا لأ ربنا لما داود يصلي الصلاة دي فيغفر له وبعنى يقول له ايه؟ قلبا نقيا اخلق دي الخليقة الجديدة يعني مش بس سامح نعمل ايه؟ غير قلبي قلبا نقيا اخلق فيا وروحا مستقيمة جدد في داخلي يقول له امين مين حيدفع تمن الحكتين دول؟ أنا فديتك على حساب دم ابني تعايا داود فالبقى فضل مفتوح فكان الناموس مؤدبنا للمسيح لأن يسوع قدم نفسه بروح أزلي معروفا سابقا قبل تأسيس العالم خليني اشرح بقى موضوع الفداء ده حنعمل رسمة كده محدش حينساها أبدا رسمة كده توضح بقى إزاي المسيح عمل الحل الكامل دوت بكلمات مشهورة عندنا برسمة كده نحطها في دماغنا ومعها الشيتس بقى من الآيات آيات حنقرأ آيات ورا بعضها كتير قوي تشرح القصة كلها على بعضها الفداء أو الكفارة اللي عمله المسيح اللي هو العمل البديل فاكرين لو خد بدالي عشان يديني بداله عمل حكتين عمل خطين ماشيين جنب بعض سمهم الكتاب في طيتوس ثلاثة خمسة غسل الميلاد التاني وتجديد الروح القدس غسل وتجديد غسله إيه؟ وتجديد يقولك إصلاح وصيانة بيقوله مش عارف حاجة زي كده فغسل وتجديد خطين خط الغسل خط الغسل عن طريق الدم تحصل المغفرة المغفرة تؤدي إلى إيه المغفرة؟ المغفرة تؤدي إلى إلى غفران الدم يؤدي إلى غفران الغفران يؤدي إلى تبرير التجديد عن طريق الصلب والقيامة مع المسيح سلبت فأحيا لأنا بل المسيح يحيا فيه يحصل إيه؟ يحصل تقديس القلب يتقدس التقديس والتبرير يؤدوا إلى إيه؟ إلى المصالحة المصالحة دي تؤدي إلى مصالحة مع الآب ومع الابن ومع الروح القدس إلى شركة مع الآب ومع الابن ومع الروح القدس الرسمة دي إذا حفظتها في دماغك حفظت وفهمت كل اللي أنت محتاج تعرفه عشان تفهم فداء المسيح واضح الرسمة ديت صح كده؟ عندنا كم كلمة مهمة هنا الفداء الكفارة ودول مرادفين لمعنى واحد لما نقرأ الآية بتاعتهم هتلاقيهم نفس المعنى الفداء والكفارة قدموا حكتين للإنسان قدموا الغفران عشان يبقى أنا محكم علي بالإيه؟ بريء بريء البراءة التبرير مش مدان لأن الخطيئة اتخذت عني فما بقتش مدان طلعت بريء أنا عملتها العملة بس أنا طلعت ايه؟ بريء كويس فده الشعور بالزنب راح الخط الثاني إن القلب يتغير الطبيعة الفاسدة يحصل تقديس للداخل دم يسوع يطهر ايه؟ ضمائركم من أعمال ميتة فده الخط الثاني اللي هو تجديد الروح القيحة تجديد لقلب الإنسان غسل بالدم يغسلني من الخطيئة فأتبرر يجدد قلبي بالروح القدس فأتقدس فأعيش حياة ايه؟ مقدسة لو سمحني وما غيرنيش يبتصرح بلا ايه؟ بالغلط لو قدسني وسمحنيش فأنا لازلت مزنب لكن يعمل الاتنين الخطين دول يخلوني أقدر روح لربنا أنا بريء ومقدس أعرف عايش معاه اللي شعر بالذنب خايف منه ولا معوج مش عارف أمشي مع إله مستقيم اتعدلت فعارف أمشي معاه في طرقه الإيه؟ المستقيمة عارف أستمتع بأبوت القاب عارف أستمتع بالمسيح المعلم والرب والسيد عارف أستمتع بحضور الروح القدس وشركة لية وأنا هيكل لله فاكريني تلات حاجات دولة ما خدناهم في باب التلمزة في بداية المدرسة والرحلة بتاعتنا المصلحة دي يت العلاقة دي بتحافظ على التقديس بتحافظ أنه ميش إيه؟ عدل بتحافظ على التبرير لا التبرير ده حكم براقة وانس انت فور اول ل الأبد عشان كده الخط من التبرير للمصلحة مش رايح راجع لكن الخط من التقديس للمصلحة عامل إيه؟ رايح راجع لأن العلاقة الجديدة مع ربنا هي اللي بتحفظني في طرق الله المصالحة بلعكس وأتغير يوم بعد يوم إلى تلك الصورة عينها إلى صورة المسيح فالتجديد بيحصل له إيه؟ يتجدد ويتجدد 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 وكل يوم أنضف وأنضف وأنضف فهي حياة ديناميكية وليست مجرد خبطة في الحياة لكنها مشوار طويل الرسمة دية اللي قدامنا حتساعدنا في الكلمات دي الفداء الكفارة الدم للغفران التبرير الصلب والقيامة التقديس المصالح عندي سبع مفردات صح كده؟ سبع كلمات حنقراهم بقى في الكتاب حنعمل رحلة في الكتاب نقراهم وراء بعد كده بانوراما بقى عشان نشوف إحنا ما جبناهم من عندنا ولا دلقالهم الكتاب وحتلاق طول ما إحنا بنقراها الرسمة دية لو في بالك لو أنت رسمتها قدامك حتلاقي الآية دايما ربط الدم بالفداء ربط الدم بالغفران ربط الفداء بالصلب والقيامة ربط الصلب والقيامة بالتقديس حتلاقوا الأسهم دية اللي إحنا جبناها موجودة في الآيات إحنا مش قلفناها واضح الفكرة دية خلينا نطلع الرحلة دية مع بعض ونكتشف اللي قاله الكتاب عن الفداء والكفر الفداء واحد مزمور 49 الأنبياء فهموا أن ربنا حيفديهم مش بالوضوح اللي إحنا فهمينه دلوقتي بعد ما حصل في روح نبوة لكن بيحمل نفس المعنى إنما الله يفدي نفسي من يد الهاوية بصوا العبارة جميلة إزاي إنما الله يفدي نفسي لأنه يأخذني بصوا المنظر ده بتاع الدودة اللي إحنا رسمناه بالظبط كده إنما الله يفدي نفسي من يد الهاوية لأنه يأخذني تبتهك شفتي إذ أرنم لك ونفسي التي عملت لها إيه يا رب فديتها مين فداني الخروف البقر اللي أنا تبحتها ربنا اللي فداني ربنا اللي فدى نفسي دي صرخة العهد القديم يا جماعة يعني هم ما كانوا فاهمين أنا خايف يكونوا فاهمين أكتر من نحن أشعة 44-22 الروعة هنا قد محوتوا كغي من ذنوبك وكسحاب خطياك ارجع إلي لأني فديتك الفداء سابق ولا لاحق للتوبة يعني أنا لما برجع ربنا بيفديني ولا هو فداني من الأول ولأنه فداني بيقول لي إيه ارجع أنا دفعت التمن طيب الغفران عند ربنا سابق ولا لاحق للتوبة لاحق هنا لاحق هو رجع ولا إسه هو ما رجعش بيقولوا أنا إيه محوتوا محاوتي ليه لأني أنا رجعت هل التوبة بتخلي ربنا يسمحني لما رجع ربنا قال سمعني يا رب سمعني أبوش رجليك أبوش رجليك وفضلك سمعني 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 هعطع هدومه فيسمحني كويس؟ الآية دي بتقول كده؟ هو رجع ولا مرجعش أنا؟ وقال له إيه؟ محاوت محاوتوا بحق إيه؟ بحق فداية التوبة ما بتخفرش خطية اللي بيخفر خطية إيه؟ فداية فداية اللي بيخفر مش التوبة وما قال ليه لازمة التوبة؟ أني أستمتع بالغفران المظلة اللي عملناها فاكرين قلنا إيه؟ أنا براها هو فداني وعمل كرسي بإسمي أنا ما رحتش قعدت عليه الشمس تعمل لي إيه؟ تلطشني وتحرقني لو رجعت إيه ده؟ ده فيه كرسي وبإسمي وأدر أععد واستمتع بالتكيف الإلهي والغفران إليه هو ده اللي بيقوله بالضبط آية صح؟ اللي آية دي بتقول اللي احنا قلناه ده ارجع إلي لأني أنا فدايتك أنا ربنا بيكلم البشرية مش أنا أشعة 59 نبوة عن المسي ويأتي الفادي إلى صحيح هم منتظرين ملك ولذلك اليهود منتظرين ملك يجعلهم الأمة العظيمة ويسود العالم مش كده؟ بينما النبوة بتتكلم أن المسيح اللي يجي ده يكون إيه؟ فادي 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 إلى التائبين عن المعصية نيجي لعهد الجديد متى عشرين تمانية عشرين ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل يخدم أنا جيت من الأول ويه؟ 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 ويبذل نفسه إيه؟ فدية ده قبل الصليب يأتي الفادي إلى صحيحون ويبذل نفسه فدية عن كثيرين لؤة واحد تمانية وستين مبارك رب إله إسرائيل لأنه افتقد افتقد وصنع فداء العمل إلهي هو عمل فدائي فدائي فداء مش فدائي يعني يفجر نفسه لا 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 غلطة تلاتة تلتاشر المسيح افتدانا من لعنة النموس إزاي إزاي افتدانا من لعنة النموس بأنه صار اللعنة لأجنانة لأنه ملعون كل من علق على خشبة القانون لعنة من يخطئ فأنا بقيت بسبب الخطيئة إيه؟ ملعون أنا فعالت الخطيئة فالخطيئة لعنتني المسيح حمل الخطيئة بإيه؟ بلعنتها فيه ناس يقولك بس أنا لسه ملعون واللعنة تورس يمكن نيجي للقضية دي طيب المسيح حمل الخطيئة بلعنتها يبقى إزاي أنا تحت لعنة الخطيئة والمسيح شال الخطيئة وإيه؟ ولعنتها ده الفداء ده الفداء شال الخطيئة ونتيجتها بلعنتها لأنه مكتوب ملعون كل من علقه على خشبة قفص واحد سبعة الذي فيه لنا الفداء بدمه فاكريني الرسمة الذي فيه لنا الفداء خلي بالك لخط الأولاد بدمه يحصل إيه؟ غفران الخطايا حسب إيه؟ حسب استحقاقنا حسب غينا نعمته اللي ادهالنا مجانا مجانا ما نستهلش لمساوة 2-6 الذي بذل نفسه فدية 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 الصليب مش مجرد كده بطولة وحمود عشان قضية الصليب فدية فدية فكان بالحر يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه الله بالعيب يطهر ضمائركم من أعمال قدم نفسه لله فهو فدية قدم نفسه إيه؟ لله فالصليب الإبن بيقدم نفسه لله فدية عن البشر مش هم غزبا عنه وخدوه وصلبوه ميل جبسن قال عبارة جميلة جدا لما قالوله انت مالك انت مالك بالموضوع ده انت رجل لنكش دعوه في الدين قال أنا قررت أسجل الأعمال البطولية للتاريخ ومافتكرش إن فيه بطل أعظم من المسيح مافتكرش إن فيه حدث أعظم من الصليب قالوله انت كده بتتهم اليهود وكده انت انتي سيمتك وتعارفين القضية بتاعت ضد اليهود وقضية جبيرة قوي ويطرعوا قضية ويحربوه واليهود قالوله هلود مش هتنتجلك ومش هتوش هتزعلك وفيه ما حايفش هتوش هتصرف عليه وانتجه لما قالوله انت بتتهم اليهود في صلم المسيح قال عبارة جميلة قوي الكلنا صلبنا حلو قوي الكلنا صلبنا مش عارف كم واحد متدين فاهم العبارة دي راجل مالوش دعوة بالدين فهم مش عارف احنا كمان فاهمين ولا مش فاهمين عبراهيم 9-15 هو وسيط عهد جديد اي المسيح لكي يكون المدعوون اللي دعاهم اصار موت لفداء التعديات التي في العهد الاول ينالون وعد الميراث الابتي بص انا دعيتك الدعوة دي انك تأتي وترس مش هتنفع من غير ما يحصل موت لدفع تمن التعديات اللي انت ارتكبتها فانا دعيتك لحاجة اذا انا ما دفع تلكش تمن الدعوة دي مش هتقدر تيجي الصارة موت لفداء التعديات اي الخطايا والاثام مش قلنا الخطايا هي التعدي موت لفداء التعديات بالطريقة دية ينالون وعد الميراث الابتي فداء 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 بطرس اولى واحد تمنتاشر لعشرين عالمين انكم افتوديتم لا باشياء تفنى بفضة او ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلطتموها من الاباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب مرة تانية بيرجع للفكرة بتاعة الحمل المذبوح ولا ده نس زي من الحمل اللي تقدمه لازم بلا عيب المرة دي بقى ده شخص لم يخطئ مين قتل العالم ولم يخطئ غير المسيح مين حتى القرآن شاهد بهذا محدش جال العالم ولم يخطئ إلا المسيح محدش 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 فده الحمل الوحيد الذي هو بلا عيب يقدر يكون حمل الله الذي يرفع خطية العالم معروفا سابقا قبل تأسيس العالم نخطي شيء آيات عن كلمة الكفارة دي الكفر الغطاء اللي ربنا عمله ده عشان يغطينا من دينونة الخطية ومن لعنتها الكلمة دي كفارة جاية من كفار فعلا وبالانجليزي كفر فهي كلمة تقدر قريبة من المعنى بتاعها فعلا الأصل بتاعها لازال قريب قوي من اللغة العربية اللي إحنا أو من اللغة الإنجليزية والعربية اللي إحنا بنستخدمها بيقولك كده من أجل الصفح عن الخطايا السالفة خلي بالك من الآيات اللي هنقراها بتعبر عن الفكرة دي في عدد تمانية وعدد واحد وعشرين سفر العدد صح تمانية وكفر عنهم هارون لتطهيرهم فكلمة الكلمة دي مرتبطة دايما بالتطهير يعني حتى لما واحد بيعملها للتاني فده استخدام الكلمة كفر عنهم هارون لتطهيرهم وكفروا بدمها على المذبح تكفيرا عن جميع إسرائيل فرش الدم كإني بعمل إيه؟ بغطي بغطي الشخص ده بحطه تحت غطاء يسطره يغطيه يخبيه زي واحد عريان وبسطره زي لما شعر آدم إنه عريان فربنا كساه بجلد فاهميني؟ فدي الفكرة بغطيك بغطي عريك بغطي عيبك بسطرك دي نفس الفكرة حنشوفها بقى لما تحققت في المسيح مزمون 65 بيقولها نفس الفكرة آثام قد قويت علي معاصينة أعمل فيها يا رب ما عنديش حل غير أنت تكفر عنها مش تخفرها وعشان تخفرها لازم تعمل إيه؟ لازم تدفعها لازم تدفعها جميلة قوي الإحساس آثام قوية علي اللي كتب ده نبي ملك داود الحل الوحيد أنت يا رب تكفر عنها رمية ثلاثة خمسة عشرين الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره بصوا الخط بتاع الكفارة الدم البر مزبوط كده؟ من أجل الصفح هذه الغفران عن الخطايا السالفة بإمهال الله جملة مركبة واخد كل الخط الأولاني اللي احنا بنتكلم عنه في الكفارة والفداء من ثم كان ينبغي أن يشبئ إخواته في كل شيء لكي يركون رحيما ورئيس كهنة أمينا في من الله حتى يكفر خطايا الشعب المعنى عمالي يزداد وضوح التكرار بيعلم الشطار حلو الآيات دي سمعينها بالمفهوم ده تلاقي ها واضحة كده فهمنا كده يحنى الأولى اتنين اتنين وهو كثارة لخطيانا خطايا احنا بس خطايا المسيحيين بس خطايا المؤمنين بس بل لخطايا العالم كله المظلة اللي عملها المسيح تكفي مين العالم كله لكن ده باختيارهم انهم يأتوا تحت هذا السطر او لا أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطيانا مش قدم بس ها مش قدم بس كفارة لخطيانا خليني أقف هنا عشان نتأكد انه اللي احنا عملين نقوله سمعناه في الآيات صح ماشي مع اللي قلناه ولا راكب المعنى واضح تقالي الآيات أقوى من كل الشرح اللي شرحناها لما أفهم الفكرة معنا أقرى الآية أقول آه هي بتقول كده فعلا هي بتقول كده فعلا طب أنا جبت منين الفكرة القديمة معرفش طب هوا مين قال لي غير كده معرفش كتاب واضح وصريح أكثر مما نظن أو نتخيل أي سؤال في الحتة دي هو معلش سؤال يختص بالكفارة هل هي ممكن تكون للموتة برضو ولا لا يعني إحنا بنصلي للناس حتى اللي بينتقلوا من أحباءنا وبنقول إنه لما بنصلي لهم أكتر ده يعني حالتهم تبقى أفضل وفي هنا آية في بطرس الأولى أربعة بتقول فإنه لأجل هذا بشراء الموتة أيضا لكي يدانوا حسب الناس بالجسد ولكن ليحيوا حسب الله بالروح أنا مش مقتنعة الحقيقة من جوايا بالكلام ده يعني إيه القصة دي في دوق كفارة وتغطية الكفارة للكل إعلقة الجزء ده باللي بنقوله الكفارة دي مظلة لكل من يقبل فالمفروض إن الكبول ده فعل إرادي والمظلة دي قدمت بروح أزلي فبمعنى أي واحد في أي عصر لو كان التجأ لله عايز يعيش معاه وارتمى في رحمة ربنا وقال إنت حتكفر عني إزاي ما عرفش يبقى تحت المظلة مظبوط أنا موافقة على كده إعلف ده معارض إعلف ده معارض إنه هنا كلمة بوشي رأى الموتة دي بالنسبة لي يعني سترايكين كده مش فاهمها ومهل معنى كده إنه كمان الموتة ممكن لهم فرصة لو ما عرفوش على الأرض إنهم يخشوا تحت مظلة الكفرة لأ هم مش بيقول كده ففين هنا إن في أي واحد وهو بعد الموت عنده فرصة يغير وضعه التفصيل ده لأ مش موجود لكن لو خدتيها إنه بشر الموتة يعني روحنا للموتة الأحياء منهم في الفردوس زي إبراهيم والذين في الجحيم إنه قد تم اللي إنتوا عشتوا بالإيمان حصل اللي إنتوا ما كنتوش فاهمون فاهمينه تحقق عشان دول يدانوا ودول إيه يحيوا فده لن يغير وضع أحد هنا في أي وضع للتغيير في مكان للتوبة سؤال تاني هو السؤال أنا مش عارف إيه وضعه هل فيه آيات في كتاب مؤدسة بتقول لأنه ينفع نصلي للناس اللي انتقلوا عشان أنا مش عارف عشان نحسن حالهم عشان ننقلهم لو هنحسن حالهم أو ننقلهم يبقى اللي إحنا بنقوله ينفع فيه كلام لكن أنا كمقتنع يعني أنه مش هيحصل بس هل فيه ولا ما فيش أنا لو كان فيه كنت جبتلك أنت عارف أنا أجيب لكم الحاجات اللي مش عندكو صح بس أنا ما عرفش أنه فيه أي آية بهذا المعنى لو يوجد آية بتقول أن الإنسان بعد الموت في حاجة أنا أعمل هاله تغير من مصيره ما فيش ما فيش مش آية واحدة تقول كده لو عندك هاتها نتناقش فيها بس أنت بتقول لي يجيب لك آية صح؟ لا لا أنا أه هو ده سؤالي أنا قريت الكتاب فيه ولا لا أنا ما شفتش بلي كده بس أنا عرف أنه ساعات بنصلي للموت دي فكرة إحنا فكرنا فيها كبشر عشان نخفف من آلمنا ومن مخاوفنا عن أحباءنا اللي رحلوا كما ساحيين بنفكر فيها جزء كبير مننا بيفكر أنه في حاجة اسمها ترحيم ما أنا بقول إحنا بنعمل كده لأننا خايفين على أحباءنا اللي ماتوا فبنحاول نساعدهم بعد الموت لكن هي مفيش حاجة اسمها كده إلا حصل حصل سؤال تاني طيب ممكن حك توضح حتة الغفران أنه قبل ما توب يعني الغفران موجود قبل ما توب دي مش واضحة قوي حنيجي نضحها أكتر لكن أشكرك للكده خلي بالكم الفكرة دي الفكرة دي جميلة بشكل عجيب 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 محاوتوك غاي من ذنوبك كسحابة خطاياك ارجع إلي لأني فديته أنت سمحتني لي لأني أنا فديتك طيب وأنا بعيد هستمتع بالغفران والشركة لا مع أنها اتدفعت منها مظبوط أنت مديون دين كبير قوي وهربان بسبب الدين ده راح حد بيحبك ليكن أبوك وراح راح دافع الدين داوت وصلح القضية ما بقاش عليك حكم وانت فضلت هربان استمتعت باللي عمله أبوك عشانك وأنت هربان ومستخبي بايس مع أنك لو رجعت هتستمتع مظبوط هل لو أنت رجعت ده هيخلي أبوك يعمل اللي عمله واللي هو عمله لأنه بيحبك وعايزك ترجع فيهمتوا الفرق باللي اتنين احنا فاكرين أن التوبة بتخلي ربنا يكفر ويغفر لأت كفرة حصلت بروح ايه أزلي مع الكفرة ايه غفران فربنا من ناحيته بسامحك بس انت لن تستمتع بهذا الغفران غير لما تعمل ايه غير لما ترجع أحكي قصة الابن الضال أنها بتقول بالضبط المعنى ده الولد عمل عملته وساب أبوه وأهان أبوه وترك بيت أبوه وعاش بعيد ببقى منفصل واحد اتنين غلطان وشعر بالزم تلاتة بقى متمرمخ في الخطيئة صح؟ ويشتهي أن يأكل أكل الخنزير ومحدش مديه تعبير عن النجاسة مظبوط كده؟ قل أقوم وأرجع إلى أبي وأقول لو أخطأتي لسه ماء قدامك ولست مستحقاً أقوط عليك ابناً اجعلني كأحد أجراك صح؟ وحفظ نفسه الكلمتين دول وراجع لأبوه لما قرب ابتدى رجله قدامه ورجله وراء يترى يترى حقبالني ولا لا مش كده فبادى يعني زي ما إيه يبطئ المسير أبوه شافه طلع يجري عليه الوقت قال حاجة؟ الأول إيه اللي خلي الأب يجري عليه؟ حيمسكه يضرابه لا ده قبل يقول حاجة وقع العنق وإيه؟ وقبله ابتدى يقولي اللي إيه؟ القطعة اللي هو حفظها الروح أخطأتي إلى السماء وقدامك قال له بس 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 ابني هذا خاتم صبع يعني شغاله عنده القصة دي بيتوريني الأب مسامح ابنه ولا لا؟ الابن عارف إن أبوه مسامحه؟ لكن لما رجع اكتشف إن أبوه من الأول مسامحه يعني مش توبتي بتحنن قلب ربنا بيسمحني لأ الغفران اللي في قلب الله تجاهي سابق ولا لاحق للتوبة؟ سابق للتوبة لكن أنا مش هتمتع بيه غير لما أعمل إيه؟ لما أتوب أنا قلتها كذا مرة بمين طريقة إحنا مش مصدقينها مش متخيلينها معقول هي معقولة لأن الغفران مرتبط بالكفارة بالفداء والفداء سابق وليس لاحق مش لما بتوب المسيح بيجي يموت من أجلي صح كده؟ مش لما بتوب المسيح بيدفع تمن خطيتي لأنه خطيتي حملها وبروح أزلي وقدمها أمام الله صح كده؟ فالباب مفتوح أنا مش بحنن قلب ربنا لأن قلب ربنا أريد أريدي حني أنا مش بدفع بدموعي تمن خطيتي ده المسيح حمل خطيتي واضح الفكرة؟ أنا التوبة بستقبل بيها الغفران بتصالح بيها مع ربنا برجع عيش في بيت أبويا ومع أبويا واضح الفكرة دي؟ أنا كنت سمعت كمان حد بيقول أنه مش تقدر تعمل حاجة تخلي ربنا يحبك أكتر ولا حاجة تخلي ربنا يكراك أكتر يحبك أقل يحبك أقل سوري مع الكلام الحاجة بتقوله ده لأنا مكتنى بيه جدا أعمل إي عشان ما بقاش الوضع بالنسبة لي رح راح ربنا مسامحني وبيحبني مهما عملت مهما ده أنا خايف لا يخش جوايا أحساس يلا بقى خبر خير وهتوب بكرة وبعدين أغلط وراح راحة أنا عندي مشكلة في الحتة دي ممكن تدعى أفتكر النظرية اللي احنا عمين نحكيها بتقول أن ربنا ما بيقدمش غفران بدون تغيير للطبيعة بدون مصالحة مش كده؟ ثلاثة في حتة واحدة لو قدم غفران لوحده وهو دفع تمن وتمن مفتوح وشيك على بياض يبقى بيقول لي اغلط زي ما أنت عايز لو بيقول أن ده مرتبط بأن يديك طبيعة وأعيش فيك فأنت حتبقى بتكره الخطيئة عارف زي المدمن بتاع المدمن الكحليات في مادة بتاخدها دوا بتاخده يخليه كل مرة تشرب كحول تستفرغ فمش قادر تشرب أنت نفسك تشرب بس مش قادر لأن كل ما بتشرب بتستفرغ لأنك مش قادر بسبب الدوا ده ماش كده؟ بيغير مزاجك بيغير استمتاعك فمش هترجع تحب تاني المسكر واضح الفكرة عايز أولا؟ فربنا بيعمل حكاية بيسمحني على اللفات لأنه دفع تمنه بيحط جواي حاجة تخليني أشمئز من الخطيئة طعمها بقى مش مقبول بقيت بحب البر ودي طبيعة المسيح الجديدة فيها وعمل معايا مصلحة فيها بستمتع بربنا لو أنا بستمتع بربنا لما بغلط أنا بعمل إيه؟ بزعله بزعله مني بزعله مني بزعله علي أنا دلوقتي بحبه مش عايز إيه؟ عايز عايز بزعله فهل لأنه مسامحني بالطبيعة دي بالعلاقة دي هستمر الخطيئة ولا بالعكس؟ ولا بالعكس؟ خليني أشارك حاجة شخصية أنا مش كثير بأشارك حاجات شخصية لكن خليني هنا أشارك حاجة شخصية ربنا داني يعني واحدة من العطاية لربنا دهاني ألقتي بولادي أنا عندي ثلاث أولاد ما عندي ناشي بنات بس أشكر ربنا فإحنا صحاب وحبايب وعندنا قدر جبير من الاحترام بيننا وبين بعض كتير قوي يجي لابني بابا بص بص أمشي أزعلك أمشي أزعلك أنا عايز عمل لأنت عايزه لأني مش عايز أزعلك هو فاهم كويس إحنا تربين على الفكر أزعل منك وأزعل عليك دي يعني من هم صغيرين أنا مش بازعل منك يقولي أنا مش خايف تزعل مني أنا مش عايز أزعلك جميلة أو أنا بحبك أنا مش عايز أزعلك فقل لي إيه لي رايحك دي دي الطاعة الجميلة مش كده ده العلاقة الجميلة ده إحنا بنستمتع ببعض فدي تزيد يوم بعد يوم إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من مدرسة المسيح الرب يبرككم أمين